موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات دروس مادة الكيمياء استعرضنا مع بعض في الحلقة اللي فاتت بداية الرابطة التساهمية وقلنا أن في الرابطة التساهمية أنها رابطة تنشأ بين زرات لعناصر لافلزية غالبا وقلنا غالبا طبعا لأن احنا أخذنا قبل كدوات أن فرق السليبية الكهربية حتى لو كان الرابطة بين فلز ولا فلز لكنه فرق السليبية ده كان أقل من 1.7 من 10 فبتتكون عندي وبتنشأ عندنا رابطة تساهمية فقلنا عليها أنها رابطة بتنشأ بين الزرات اللافلزية غالبا وبتنشأ نتيجة المشاركة بالإلكترونات ده المفهوم البسيط اللي كان للرابطة التساهمية وقدرنا نحدد 3 أنواع من أنواع الرابطة التساهمية على حسب فرق السليبية الكهربية قلنا فيه رابطة تساهمية اسمها التساهمية النقية وقلنا فيه رابطة تساهمية اسمها التساهمية غير القطبية والرابطة التساهمية القطبية وشفنا أن الفروق ما بينهم فكرة السؤال ما بيجي في أي جزئية من أجزاء دي أن أنا بطرح السليبية الكهربية للزرات المشاركة في تكمين الرابطة وبناء على كده بقدر أحدد نوع الرابطة دي من فيه 3 دول النهاردة إن شاء الله حنتعمق شوية في الرابطة التساهمية وحندرس مع بعض النظريات التي تفسر تكوين الرابطة التساهمية الدروس اللي جاية دي الدروس مهمة جدا جدا عايزكم تخلوا بالكم إنها واتذكروها كويس لإنها من الحاجات اللي بتيجي كتير في الامتحان نبدأ على بركة الله هنستعرض مع بعض النظريات اللي فصرت الرابطة التساهمية زي ما احنا شايفين هنستعرض مع بعض الثلاث نظريات أساسية النظرية الأولى يطلق عليها اسم من اتنين إما يطلق عليها نظرية الثمانية أو يطلق عليها اسم النظرية الإلكترونية للتكافؤ ودي إن شاء الله هناخدها النهاردة بالتفصيل النوع الثاني اسمه أو النظرية الثانية اسمها نظرية رابطة التكافؤ والنوع ده أو النظرية دي قبل ما نستعرضها هندرس في النص فكرات ما بين النظريتين دول نظريتين تانيين واحدة فيهم بتعالج النظرية الأولى وبتمهد للنظرية الثانية والنظرية الثالثة في تفسير الروابط التصامية اسمها نظرية الأور بي 3 الجزيئية نبدأ على بركة الله أول نظرية النهاردة وهي نظرية الثمانيات أو النظرية الإلكترونية للتكافؤ وضع النظرية دي العالمين قسل ولويس نظرية الثمانيات حطها علمين واحد اسمه قسل والتاني اسمه لويس النظرية دي بتنص على الآتية النظرات جميع العناصر ما عدا خذوا بالكم ما عدا الهايدروجين والليسيوم والبريليوم كل بقى زرات العناصر ده حسب نص النظرية كل زرات العناصر فإنها تميل إلى التركيب الوصول للتركيب الثماني لأقرب غاز خامل هتقول لي ايه التركيب الثماني ده معقولة ما احنا ما نسناش ان كل الغازات الخاملة اللي عندنا مع عدا الهيليوم فبينتهوا توزيعهم الإلكتروني بتمن إلكترونات اتنين في المستوى الفرعي الأخير اس وستة في المستوى الفرعي الأخير بي والرغبطة التساهمية من وجهة نظر هذه النظرية حتنشأ نتيجة تلامس عدد من إلكترونات الغلاف الخارجي للزراتين المرتبطين مع بعض بحيث ان كل زر فيهم تصل إلى ثمن إلكترونات وتاني بقول حسب نص النظرية لان الكلام ده هيوجه له بعد كده نقض طيب يلا بينا نشوفه كده هو بعض الجزيئات اللي بتنطبق عليها نظرية الثمانيات نمسك أول جزيئ عندنا وهو جزيئ الكلور طيب انت حضرتك محتاج مني إيه في أي جزيئ من الأمثلة اللي احنا عايزنا محتاج تعرف عدد زري علشان توزعه وبعد ما توزعه تبتدي تشتغل بطريقة لويس النقاطية اللي احنا تعلمناها في بداية الشرح طريقة لويس النقاطية هي اللي هنعبر بيها عن الروابط اللي بتنشأ عندنا سواء في الروابط أي نوع من أنواع الروابط طب تعالوا نشوفوا يلا كرات مع بعض عندي جزيئ الكلور عدد الزري 17 بيتوزع عندي مبدأ البناء التصعودي نيون 10 3S2 3D5 أو حتى بتوزيع بور 2,8,7 المهم أنه أنا عندي كم إلكترون تكافؤ هنا هوات 7 إلكترونات اللي هم قدي 2 هنا هو و 5 هنا هو عندي في جزيئ الكلور عندي زرتين يلا بينا نستعرض نموذج لويس النقاطي هتقول لي فين مولئ الـ 27 يا مستر أقول لك الـ 27 ما نشدع بيهم لويس لما كان بيتكلم في التوزيع النقاطي بتاعه كان بيوزع إلكترونات التكافؤ فقط طيب أدي زرة الكلور الأولانية محاطة بسبع إلكترونات وزرة الكلور التانية نفس الموضوع حسب مفهوم النظرية إيه اللي هيحصل حينشأ تلامس ما بين غلاف التكافؤ للزرة الأولى مع غلاف التكافؤ للزرة التانية وتنشأ الرابطة التساهمية بين زرتين الكلور طبعا بمشاركة كل زرة الكلور فيهم بإلكترون واحد فقط ونتيجة لذلك حيتكون عندنا رابطة تساهمية أحادية زي ما إحنا شايفين بالمنظر ده طب إحنا قلنا طبعا رابطة التساهمية الأحادية والزرنائية والزرنائية ده مش موضوعنا السنة دي خالص ولكن إحنا بنتكلم على طريق التكوين الرابطة حصلت إزاي يبقى اللي حصل عندنا هناو إنه حصل تلامس ما بين غلاف التكافؤ بين الزرات المكونة للرابطة التساهمية تعالوا نشوفوا مع بعض جزيء تاني جزيء الماء H2O برضو لك عندي تعرف إيه في المثال عند جزيء الماء بيتكون من الهايدروجين والأكسوجين طب الهايدروجين عدد الزر واحد توزيع 1S1 يبقى عنده كام إلكترون تكافؤ؟ تمام؟ مفيش غيره بالنسبة للأكسوجين 8 هيتوزع هيليم 2S2-2B4 الاتنين والأربعة توزيع بر وضحنا بمنتهى البساطة طالما عدد الزر للعنصر اللي عندك أقل من 20 تقدر توزعه على طول بالتوزيع القديمة هتسهل عليك شوي طيب يبقى إيه 2-6 يبقى أنا كده هو تعاندي في الجزيء ده هو تعاندي زرة أكسوجين محاطة بست إلكترونات وعندي زرتين هايدروجين محاطة كل منهما بإلكترون يلا نعمل نموذج لويس النقطي آدي الزرات المشاركة طيب افتكر معايا الكلام إلى قلة النظرية قالت بيحصل تلامس ما بين غلاف التكافؤ للزرات المكونة للروابط وبتنشأ الرابطة التساهمية آدي يسيري التلامس أهو شفت إيه اللي حصل السحابة الإلكترونية لزرة الهيدروجين تلامست مع السحابة الإلكترونية لزرة الأكسوجين وتكونت رابطة تساهمية هنا هون ونفس الحال حصل بالنسبة لزرة الهيدروجين التانية مع زرة الأكسوجين برضو يبقى كده زرة الهيدروجين شركت بربطة بإلكترون وزرة الهيدروجين التانية نفس الكلام بينما زرة الأكسوجين شركت بإلكترونين بس مع زرتين مختلفتين وبالتالي بتنشأ عندنا رابطتين تساهميتين زي ما احنا شايفين بالمنظر ده سهلة خالص مفهش اي حاجة تعالوا نشوف مع بعض مثال تالت جزيء النشادر جزيء النشادر زي ما احنا شايفين يتكون عندي من ذرة نيتروجين محاطة بتلت ذرات هايدروجين النيتروجين عدده الزري كام سبعة يتوزع هيليم 2S2 2B3 عندي خمس الكترونات بعد ما جمعت الالكترونين دول تمام وعندي زرة الهايدروجين برضو ما عندهاش غير الكترون تكافؤ واحد يبقى عندي ما نيجي نمسل دلوقتي نموذج لويس انا محتاج ايه انا محتاج زرة ميتروجين محاطة بتلت ذرات هايدروجين ادي المنظر اهو ادي الالكترون بتاع الهايدروجين كل زرة هايدروجين من الثلاثة وقادي الخمس الالكترونات تكافؤ بتوع زرة الميتروجين موزعين طبقا لنموذج لويس النقاطي وبعدين تمام حينشأ التلامس ما بين الزرات المكونة للرابطة ادي التلامس اهو حصل وبناء عليه هيتكون عندي تلت روابط تساهمية لحد هنا هوت نظرية السومانيات نجحة تماما في ان هي تفسر لنا الروابط اللي بتنشأ عندنا شفنا الكلام ده هوت في جزيء الكلور شفناه في جزيء الماء شفناه في جزيء النشاد عايز انوه عن حاجة مهمة جدا ساعات بييجي كتير جدا في الامتحانات خاصة بالنظام الامتحان الابن بوك ما بيبقاش ملتزم معاك بالامثلة اللي احنا قلناها يعني حتقول لي انا درست كده تلت امثلة دون خلاص انا هحفظهم وخلاص لا القصة مش معتمدة خالص تماما في النظام الجديد على الحفظ القصة معتمدة ان حضرتك تكون فاهم ايه اللي بيحصل كويس وبنسألك اسئلة قياسات قياسا على اللي انت فهمته طب تعالي نرجع للمثال ده ممكن المثال ده زي ما اتفقنا مع بعضك ده هوت يجي يقولك في جزيء وحاجة عمرك ما شفتها قبل كده هوت بي اتش ثري هل الجزيء ده ينطبق عليه نظرية السومانيات ولا لا احنا لحد دلوقتي كل الجزيئات اللي اخدناها تنطبق عليها طبعا احنا بناخد امثلة على الجزيئات اللي بتنطبق عليها النظرية او نص النظرية هتقولي انا ما اخدتهش هقولك لا ما فيش حاجة اسمها ما اخدتهاش احنا قلنا معلومة مهمة جدا 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 لو تبص العنصر النيتروجين ده المثال اللي انت واخده وتبص معي على عنصر الفوسفور هتجد ان العنصرين دول بينتموا في الجدول الى مجموعة واحدة اسمها مجموعة 5A وكنا قلنا معلومة مهمة جدا في الموضوع ده اللي هي ان العناصر اللي في نفس المجموعة بيكون عندها نفس عدد الكترونات التكافؤ يعني حضرتك من غير ما تعرف العدد الزري اللي هو 15 يعني مش سر بتاع الفوسفور فاوانت مغمض لو انا بمثل الكترونات التكافؤ اللي حوالين زرة الفوسفور فاوانا مغمض لازم هيكون حواليها واحد اتنين تلاتة اربعة خمس الكترونات التكافؤ زيها زي الزرة اللي فوقيها واللي تحتيها في نفس المجموعة دي من خصائص العناصر اللي بتنتمي الى مجموعة واحدة طب ما كده يبقى المثال بقى سهل جدا هتقول لي اه والله هتكون ربطة مع الهايدروجين ده وربطة مع الهايدروجين ده وربطة مع الهايدروجين ده وينشأ جزيء يشبه الجزيء بتاع النشادر بالضبط اسمه ايه ما يهمناش اسمه جزيء الفوسفين لكن ده ما يهمناش في حاجة اصدف الموضوع انه هو مش ملتزم معاك بالامثلة اللي بيموجودة عندك في كتاب المدرسة فقط ولكن ممكن يقيس لحضرتك مدى فهمك للامثلة دي وتطبيقك للامثلة دي على جزيئات تانية مش موجودة عندك في صميم المنهج طيب يبقى انا كده هو هتشفت تلات امثلة الكلور وجزيء الماء وجزيء النشادر وقلنا كمان ان احنا ممكن قياسا على الجزيئات دي يبقى عندنا جزيئات تانية كتير جدا ممكن ان هي تنطبق عليهم النظرية بتاعة الثمانيات او النظرية الالكترونية للتكافر طيب لحد دلوقتي الكلام ماشي كويس جدا مفيش اي مشكلة تعالوا نستعرض مع بعضك روات ونشوف عيوب النظرية بتاعة الثمانيات هي النظرية دي لو كانت نجحت ان هي تفسر كل المركبات على اساس القاعدة بتاعة الثمانيات ان كل العناصر هتوصل لمرحلة الاستقرار عن طريق ان هي تكمل مستوى الطاقة الاخير بتاعة حل 8 الالكترونيات كانت القصة بقت كويسة وكنا ماشينا بالنظرية ديت على طول ولكن نظرا اني ظهرت عندي بعض العيوب في النظرية ديت وهي في الواقع عيوب كتيرة مش عيوب قليلة اه هي نجحت ان هي تفصل الروابط في كتير من المركبات جدا جدا لكن كان من عيوبها ان هي طلعت عندنا مجموعة تانية من المركبات الزرة ومركبات مستقرة ولكن الزرة اللي موجودة فيها الزرة المركزية اللي بتبقى موجودة في الجزئ ده بتبقى بتحتوي على عدد لا يساوي 8 الالكترونات طم تي يلا بينا نستعرض مع بعض العيوب دي كده وغيرها طبعا من العيوب اول عيب ظهر عندنا في النظرية ان هذه النظرية لم تفسر كثير من خواص الجزئيات زي ايه كده استاذ قال لي زي الشكل الفراغي للجزئ وخلي بالكم ده ده موضوع النظرية التانية اللي انا قلت لكم هتبقى فيه نظرية ما بين نظرية السمانيات والنظرية التانية اللي اسمها نظرية ربطة التكافؤ ودي نظرية بقى هتوضح لنا الدنيا دي كلها وحتعالج اللي ايه ده نظرية السمانيات مفهومها كان بسيط جدا وهو تلامس حدوث تلامس ما بين غلاف التكافؤ للزرات المكونة للربطة ولكن المفهوم البسيط ده هوت للربطة التساهمية ما قدرش ان هو يفسر لي ايه هو شكل الفراغي بتاع الجزئ كمان ما قدرش يفسر لي الزوايا قيم الزوايا اللي موجودة ما بين الروابط وبعضها واللعبين دون تحديدا هتشتغل عليهم النظرية اللي بعد كده هوت ان شاء الله هنستعرضها في الحلقات اللي جاية بإذن الله هتشتغل عليهم كويس قوي هي نظرية اصلا معمولة علشان تعرفنا الاشكال الفراغية ومنها كمان هنعرف قيم الزوايا ما بين الروابط نظرية بنطلق عليها اسمها مشهورة باسم اسمها فيسبر او نظرية تنافر اسواج الالكترونيك دا كان اول عيب عندنا يبقى السومانيات ما قدرتش بمفهومها البسيط ان هي تفسر لنا كثير من خواص الجزيئات زي شكله الفراغي وزي قيم الزوايا طيب نيجي بقى للكلام المهم اللي بنساءل فيه دايما نظرية السومانيات ما قدرتش تفسر الترابط الترابط اللي بينشأ في كثير من الجزيئات على اساس قاعدة السومانيات ايه يعني اساس قاعدة السومانيات يعني ان كل الزرات هتصل الى مرحلة الاستقرار طبعا مع عدد ثلاثة اللي هي استثنتهم عن طريق ان هي تكمل مستوى الطاقة الاخير فيها بتمن الكترونات تعالوا نشوفوا امثلة وتاني بقول دي امثلة على سبيل المثال وليس الحصر ومش معنى ان الامثلة دي اللي احنا بنقولها عندنا فيه او دي اللي مذكورة في الكتاب ان انت هنكتفي بالامثلة دي اي مثال بس بعد ما تفهم احنا بنشتغل ازاي عرضا ان انت تتساءل فيه نستعرض مع بعض اول مثال عندنا وهو جزيء خامس كلوريد الفوسفور او بي سي أل فاي وبنفس الطريقة اللي احنا بنشتغل فيها عايز اعرف الزرات المكونة للجزيء ده عندي زرد فوسفور وعندي زرد كلور اعداد زرية يا سيدي ها زرد الفوسفور عددها الزرية 15 هتتوزع اتنين تمانية خمسة على طول او بتوزيع مبدأ البناء التصعودي ني 10 3S2 3B3 وعندك خمس زرات من الكلور العدد الزر كام كلنا حفظين 17 هيتوزعوا كام يا سيدي ها اتنين تمانية سبعة يبقى عندي كام الكترون تكافؤ سبع الكترونات زردة الفوسفور عندها خمسة كل زر من زرات الكولور عندنا سبع الكترونات تكافؤ طيب وبعدين يلا نطبق الكلام اللي قالته النظرية النظرية قالت هيحصل تلامس ببين الزرات هيقتربوا من بعض يقتربوا من بعض وتمشأ المشاركة بالمنظر ده طب يلا نشوفه كده المنظر تمام طب يا ترى حد شايف المشكلة اللي قدامنا اه والله المشكلة هيت واضحة جدا لو انت بصيت على زرة الكولور او اي زرة من زرات الكولور وعدت الكترونات التكافؤ هتلاقي الالكترونات بتاعتها السبعة وجالها الكترون التامن هتقول لي طب ما هي نظرية كده تمام قال لي انا في نظرية السومانيات عايزك تاخد بالك انا ما ببصش للزرات اللي عادتها كده انا ببص للزرة اللي هنطلق عليها اسمها الزرة المركزية الزرة المركزية عندي في الجزء ده اللي هي زرة الفوسفور بص عليها كده ه Music وعد ازواج الالكترونات اللي موجودة عندها برافو هتلاقيهم كم زوج دول دول خمس ازواج خمس ازواج يعني خمسة في اتنين بكم الكترون يعني عشر الالكترونات عشر الالكترونات بيحيطوا بزرة الفوسفور في جزء موجود عندنا بالفعل اللي حتقولي يعني الجزء ده كده غلط مش موجود لا يا بابا ده موجود جزء خامس كلدي الفوسفور موجود وجزء مستقر ولكن لا يمكن تفسير الرابطة اللي بتنشأ عندنا هنا هو بمفهوم نظرية السومانيات والدليل على كده ان زرة الفوسفور عندنا في هذا الجزء محاطة بعشر إلكترونات وبالتاني ده مثال على جزء فشلت في تفسيره رابطة نظرية رابطة اللي هي النظرية الإلكترونية للتكافؤ أو نظرية السومانيات طيب يلا بينا نشوفه مثال تاني وزي ما قلنا برضو أمثلة على سبيل الأمثلة وليست الحصر جزء ثالث فلوريد البورون يلا نستعرض مكونات الجزء عندي زرة بورون عددها الزر 5 بتتوزع عندي 1S22S22B1 يعني 2-3 عندي 3 إلكترونات تكافؤ وعندي 3 زرات من الفلور الفلور يقع مع الكلور في مجموعة 7A وبالتالي عنده نفس عدد الإلكترونات التكافؤ السبعة هذه الفلور أهو لا والله لو فهمت هتفهم المشكلة بسرعة على طول طيب يحصل التلامس طيب إيه اللي حصل هتبص على زرة الفلور هتلاقي إن زرة الفلور كملت بـ 8 ودي كمان أي زرة من زرات الفلور كملت عندنا بـ 8 إلكترونات طب بقى نيجي نبص على الزرة المركزية ثاني وثالث بقول الترك عندنا هنا وقت إن أنا ببص على الزرات المركزية بص على الزرة المركزية هنا هو هتجد إنها محاطة بـ 3 أزواج من الإلكترونات أدي زوج أدي 2 أدي 3 أزواج 3 أزواج يعني كم إلكترون يا أستاذ يعني 6 إلكترونات وبالتالي زرة البورون هنا هو هتبقى محاطة عندنا بـ 6 إلكترونات فقط أرجع تاني وأقول طيب هل ده معنى كده إن الجزئ ده غلط ولا إيه بالضبط لا هو الجزئ مش غلط الجزئ موجود ولكن أساس استقراره وقاعدة استقرار هذا الجزئ ما لهاش علاقة بقاعدة السمانيات خالص ولكنها حيبقى ليها علاقة بالشكل الفراغي بتاع الجزئ ده هو في الفراغ وزي ما قلت لكم ده اللي هتتكلم عنه النظرية اللي موجودة في النص بين نظرية السمانيات والنظرية التانية اللي هي رابطة التكافؤ هناخده نظرية في النص قلنا اسمها نظرية تنافر أزواج الإلكترونات ودي هتوضح لنا كل الأمور المتعلقة بخواص الجزئ سواء شكله الفراغي سواء الزوايا اللي موجودة ما بين الروابط ومنها كمان هنقدر نفسر شوية الجزئات اللي إحنا فشنف تفسيرهم بمبدأ السمانيات زي جزئ سالس فلوريد الفورون وحتقول لنا إن شكله في الفراغ ده بيديله الاستقرار بتاعه أو حتى الجزئ بتاع خامس كولوريد الفوسفور وغيرهم من الجزئات العناصر اللي فشلت في تفسيرها نظرية السمانيات طيب يلا بينا نستعرض مجموعة من الأسئلة ونشوف الأسئلة ممكن تيجي إزاي علشان ما نطلعش نشتيكي ونقول الأسئلة صعبة أو الأسئلة الأسئلة بتعتمد يا جماعة على الفهم وليس الحفظ إحنا الأمثلة اللي أخذناها سواء في الأمثلة اللي بتنطبق عليها نظرية السمانيات الكولور والماء والنشادر أو اللي لا تنطبق عليهم إحنا أخذنا مثالين اتنين لكن حنشوفه دلوقتي إن الأمثلة دي ممكن تكون دي أمثلة استرشادية للطالب علشان يقدر يقص عليها هو لو فهم كويس هيعرف لكن مش قصة إن أنا هفتح الكتاب وروح فتح الكتاب ومطلع الإجابة خلاص الكلام ده هو تفات بقى إحنا عندنا دلوقتي نظام الشاطر فيه هو الطالب اللي بيذاكر والطالب اللي بيفهم مش الطالب الحقيق يلا بينا نشوف السؤال مع بعض بيقول إيه بيقول لي أربعة عناصر تركبها الإلكتروني في مستوى الطاقة الخارجي هو وجاب لك بقى X و Y و Z و W يعني حضرتك ده إيه ده عناصر ملهاش اسم عندك خالص وخذوا بالكم السؤال ده هو كان من أحد أسئلة امتحان التابلت اللي طلعت الناس اللي ما كانوش فاهمين كويس ما كانوش فاهمين النظام كويس طلعوا اشتكوا وقالوا الأسئلة من بره المنهج لا يا سيني مش قولوا ليش من بره المنهج ولا حي طيب استعرض لي التوزيع الإلكتروني للعناصر دي وقال لي إن X توزيعه N S 2 N B 6 Y N S 1 Z N S 2 N minus 1 D 10 N B 6 W N S 2 N B 5 بعد كده بيقول لي إيه بقى؟ بيقول لي ما العناصر التي تكون روابط كيميائية مع بعضها؟ طب أنا فهمت السؤال إيه؟ وحيستعرض لي ها زوجين من العناصر دون مين اللي حيكون روابط؟ طيب فكرة السؤال هنا هوت إن حضرتك لازم تكون طبعا لازم أنت واخد التوزيع الإلكتروني ده هوت الترمي اللي فات ما حدش يقول إحنا خدناونا سينية مفيش الكيميا مادة تراكمية كل المعلومات اللي بتدرسها هتستفيد بيها وحتقوا تكمل بيها لحد ما تخلص استنوية العامة وحتحتاجها كمان في الكليات إن شاء الله لو دخلت كلية من الكليات العملية طيب تعالوا نشوفوا فكرة السؤال هنا هوت إيه؟ نرجع للتوزيع الإلكتروني بتاع العناصر عشان نفتكر مين العناصر دي أول عنصر عندي اسمه X N S 2 N B 6 سمع الطالب الشاطر اللي بيقول لي آه مستر N S 2 N B 6 ده التوزيع الإلكتروني المميز للغازات الخاملة آه طب تمام طب ده غاز خامل X ده طالما غاز خامل يبقى ده ما بيكونش أصلا روابط في الظروف العادية طيب بالنسبة لل Y N S 1 ده التوزيع المميز لعناصر المجموعة 1A واللي حنسميها إن شاء الله أنت تعرف الاسم ده إسمها عناصر الأقلاء طيب العنصر Z N S 2 N minus 1 D 10 ده كده مكتمل N B 6 وهنا حتة بقى مش هيفتكرها غير الطالب الشاطر اللي فاكر وفاهم كويس المنهج اللي درسه في سنة تانية التوزيع ده هو رغم إن فيه مستوى فرع اسمه D لكن ده مستوى فرع ده لكن المستوى الخارجي هو مستوى الطاقة الرئيسي الخارجي اللي له أكبر عدد كم رئيسي اللي هو N S 2 N B 6 سامع اللي بيقولي الله طب ما ده نفس القصة ما ده كمان غاز خامل يبقى عنصر Z ده كمان هو غاز خامل وعندي ال Y ال W N S 2 N B 5 لو جمعت ال 2 وال 5 يبقوا 7 وبالتالي العنصر ده يقع في المجموعة 7A طب أنا استفدت إيه مقا من الكلام اللي أنا قلته ده هو والله استفدت إن ال X وال Z دي غازات خاملة وبالتالي لا يمكن إن هم يكونوا روابط كيميائية في الظروف العادية يبقى حاستبعد أي إجابة تحتوي على ال X أو ال Z أول إجابة لعنصر Y مع العنصر A ما تفهمش لا X ولا Z يبقى أنا شايف إن هي دي الإجابة على طول كده هو طيب بيه بتقولي Z أهو واللي بعديها فيها X واللي بعديها X وكمان زد وبالتالي باستبعاد الإجابات اللي بتحتوي على غازات خاملة وبالتالي تبقى الإجابة واضحة جدا للطالب تاني الطالب الفاهم مش الطالب الحافظ سؤال تاني بيقول بالاستعانة بالجدول الذي يوضح التركيب الإلكتروني للمستوى الخارجي لبعض عناصر الدورة الثالثة يعني العناصر دي كلها في الدورة الثالثة وبرضو لحظوا معايا أنا جايب لكم أسئلة من امتحانات التابلت كانت امتحانات معممة على مستوى الجمهورية بيقولي بالاستعانة بالجدول ده والجدول ده بيستعرض عناصر لبعض العناصر في الدورة الثالثة في الجدول فيكون المركب التساهمي هو طيب أنا من خلال توزيع لويس النقاطي حقدر أكون شوية أفكار إن العنصر X ده عنده إلكترونين يبقى أنت في 2A عدي كدوات معايا اللي بيحيط بالY ده الخمسة يبقى أنت في 5A أنت 7 يا زد يبقى أنت برافو 7A أما أنت 1A طيب في السؤال بيقول عايز ركز قوي معايا عايز اللي حيكون مركب تساهمي وبناء على كده هوت أنا عندي 1A و2A دون أصلاً في الزات في الزات ولكن 5A و7A إحنا قلنا أن الرابطة التساهمية غالباً ما بتنشأ ما بين زرات العناصر بتاعة اللافل الزات مع بعضها طيب تعالوا نستعرض الإجابات كدوات ونشوف حنختار إيه الإجابة اللي هي بتكوني طبعاً هو مش ممكن يجيب لي أكتر من مركب تساهمي قال لي Y مع Z Y مع Z آه والله طب ليه لأ ربط التساهمية ده حتى Y ده عنصر لفلز السلاسي التكافؤ وطبعاً ممكن بأعداد التأكسد ممكن يوصل لخمسة طبعاً زي ما إحنا عارفين تمام وZ ده من عناصر الهالوجينات يعني الجزء ده هو كده تقريباً تقريباً شبه جزء بي سي أل فايف يا باشا آه ده ده اللي إحنا رسه واغنينه إن ده كان جزء تساهمي بس ما بينطبقش عليه نظرية السومانيات بينطبق عليه نظرية تانية لكن ما بينطبقش عليه بس الأصد في الموضوع إنه هو جزء تساهمي طيب أنا اخترت الإجابة طيب نشوفه نستعرض الإجابات التانية D مع Z D ده في لز 1A مع Z من 7A يا راجل واحد من 1A مع واحد من 7A ده فرق السليبية حيكون كبير جداً ده حتتكون ربطة آيونية ده أقوى ربطة آيونية بتنشأ ما بين عناصر 1A مع 7A لإن فرق السليبية الكهربية بينهم بيكون أكبر من 1 إلى 7 من 10 بكتير وبالتالي طبعاً ده إجابة مستبعدة طيب X اللي هو 2A مع Z نفس القصة 2A مع 7A برضو نفس القصة ده Z X وده Z واحد من 2 مع واحد من 7 طيب أنا بستعرض الموضوع ليه لأن احنا قلنا أنه ممكن تنشأ رابطة التساهمية ما بين في لزة ولا في لزة زي ما حصل عندنا بين الألمونيوم مع الكلور لما كان فرق السليبية الكهربية ما بينهم 1.5 فنشأت رابطة تساهمية خطبية وبالتالي هناوات برضو فرق السليبية كبير طيب D مع Y D أهو 1A مع Y من 5A نفس القصة يبقى الإجابة الوحيدة اللي ينطبق عليها الكلام بتاعنا المركب التساهمي حيكون الجزيء Y Z 5 على غرار يعني شبه B C L 5 طيب نشوفه آخر سؤال معانا النهاردة بيقول لي أي زوج وده بقى سؤال خلي بالكم منه وخلي بالكم جدا أي زوج من أزواج مركبات الفلوري الآتية لا تنطبق عليها نظرية السومانيات حضرتك حتبص بعينك حتروح سايب السؤال وماشي ده لو أنت طالب حفيز ليه لإني ولا مثال من دول تقريبا موجود عندك في كتاب المدرسة هتقول لي بقى خلاص ما يجناش لا يجن لإني زي ما قلنا أن الموضوع قياسا أنت فاهم ولا مش فاهم طيب أعداد ذرية عندك وعندك الجدول وتعرف الأعداد الذرية زي ما أنت عايز فهتعرف إلكترونات التكافر طيب بيقول لي أي زوج من أزواج المركبات الفلور لا تنطبق يعني أنا عايز اختيار يكون اللي اتنين لا ينطبق عليهم طيب نمسك كراته ونشوف نستعرض مع بعض SF6 خليك شاطر F6 يعني واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ودي زرات الفلور طبعا واضح أن زرات الكابريت هنا هوات محاطة بكم إلكترون يا جماعة محاطة ب 12 إلكترون لكن ده ينطبق عليه زي وزي يمين برافو زي NH3 أي زوج من أزواج مركبات الفلور لا تنطبق عليه أنا عايز أن الزوجين لا ينطبق لا أنا عندي NF3 ده يبقى شبه ال NH3 ففيه مواحد يبقى مش دي الإجابة طب نشوفه كده OF2 طب أدي الO ودي الF ما تنساش أني الO هنا هوات عندها زوجين عرفت إزاي مثلا قلتلك زي H2O بالزبط طب BF قلنا ده ينطبق زي BCL5 يبقى هنا فيه مواحد ينفع أنا عايز الاختيار زي ما اتفقنا إن الاثنين ما ينفعوش تمام طيب نبص كده هوات SF إحنا لسا قاينين في الاختيار الأولين ده ما ينفعش ما ينطبقش عليه وBF5 زي BCL5 بس هو ده الاختيار الزوجين بتوع المركبات SF6 أو BF5 كلا هما لا تنطبق عليه النظرية بتاعت السومانيات لكن كل الأمثلة اللي فاتت كان دايما بيجيب لي حاجة بتنطبق عليها NFC تنطبق عليه النظرية OF2 تنطبق ونفس الحال دي لأنه المركبين أصلا تنطبق عليهم نظرية السومانيات وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة أرجو تكونوا استفدتم أطيب أمنياتي وأراك تحياتي كان معكم عمر الضوي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة